أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنة الوجود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفاً وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَذُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ صدق الله العلي العظيم نحن في خواتيم هذه السورة المباركة سورة يونس عليه السلام نستشف من هذه الآية الأولى التي تلوناها نتصور كأننا الآن في مكة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والجدال والنقاش الدائر بينه صلى الله عليه وآله وبين المشركين بعض المشركين آمنوا لا شك فيه هداهم الله إلى الإسلام ونعرف أسماءه بعضهم آمنوا وفي قلوبهم بعض الريب والشك هذا معروف طبيعي بعضهم تصوروا أن هذا الشخص يعني رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الشخص يطلب الزعامة يريد رئاسة يريد أن يتزعم فجاي بفكرة فكرة التوحيد والمعاد ويدعي النبوة ما يخالف نتساومه الآيات الشكل توحي نتساوم معه مثل واحد مثل واحد مثل واحد مسوي نص انغلاب عسكري استصائر بعد قبل كم يوم الجيش يجي وفاوضوا إياه يقول لي يا با نصر إلك نصر إليك الشي تريد أنت تريد وزارة نطيق وزارة تريد زعامة نطيق زعامة نطيق فلوس موقع سياسي موقع اجتماعي وتنحل المشكلة تصوروا أنها رسول الله يطلب هذه الأمور والدليل على ذلك شنو بس أنا أشرح الآية رح تبين والدليل على ذلك أنهم أتوا إلى أبي طالب عم النبي وحاضن النبي والمدافع عن النبي أتوا إليه سلام الله على أبي طالب أتوا إليه وقالوا له اذهب إلى ابن أخيك وقل له شي يريد احنا حاضرين هاي موجودة بالتاريخ كم مرة أتوا إلى أبي طالب حتى يفاوض مع النبي في الظاهر أبو طالب كان يروح كما يقال قال ما يخلف رح أقول له في الظاهر لأن أبو طالب سلام الله عليه كان الوسيط بين رسول الله وبين قريش وسيط مو معناة أنه يدافع عن قريش بل هو المؤمن كله اقرأوا الديوان أبي طالب مطبوع الأشعار تصرح بإيمانه وإسلامه وتبعيته لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بس كنوع من التقية حتى يحافظ على حياة رسول الله كان شي سوي يروح عند المشركين يجي عند الرسول والعجيب والعجيب اليوم أو البارحة شفت في التاريخ أنه فدى بأولاده في قضية الشعب أبي طالب سامعين يا شباب باوعوني الخطيب يحب المستمع يباوعه ينظر إليه شعب أبي طالب شنو كان محاصرة اقتصادية سارت أواخر فترة مكة قريش حاصروا النبي وحاصروا أصحابه ومن أصحابه منه أبي طالب وينودوهم إلى الشعب شعب يعني تحت جبل وادي صغير إلى الآن الموقع موجود شعب أبي طالب يقول لهم هنانا أنتم محاصرين خلوا عليهم سياج لا معاملة تجارية لا بيع لا شراء لا نكاح لا زواج أبدا ثلاث سنوات محاصرة وكانوا في جوع وفي عطش ما يماعدهم أكل ماعدهم بعض الأوقات كانوا يجيب لهم بعض الناس الخيرين من قريش رعاية لل مصاهرة رعاية لل حالة القبلية يعني يجيبوا المؤكل أو شي خب رسول الله كان عنده غرفة هناك مو غرفة كوخ خمسويلة كوخ هناك فشي سوي يريد ينام من الأول الليل إلى الصباح أبو طالب يأمر علي ابن أبي طالب ابنه روح نام هناك في الكوخ الذي يسكن فيه رسول الله طيب رسول الله وين يروح يودي جرمك يخفي نحن سامعين ليلة المبيت ليلة المبيت من فضائل أمير المؤمنين عندما نام على فراش رسول الله ليلة الهجرة ثلاث سنوات أكل ليلة النبيت علي ابن أبي طالب بأمر أبيه أبي طالب يناموا في فراش رسول الله في كوخ رسول الله في شعب أبي طالب والنبي يروح مكان آخر حتى لا يعرفون هذا وين يجون يغتالوا يعني وين هذا كافر وين هذا عياذ بالله نرجع إلى كلامنا فكثيرا ما كان المشركون يتصورون القسم الثالث قلت قسم الأول آمنوا قسم الثاني آمنوا شكعدهم قسم الثالث تصوروا أن هذا يريد ملوكية يريد حكم يريد كرسي يريد زعامة منه الرسول صلى الله عليه وآله فكان يفاوضوا من المفاوض ظاهرا أبو طالب يا أبو طالب اذهب يجي عند الرسول هؤلاء هكذا يقولون يرجع مرة من المرات قال لهم يقول محمد صلى الله عليه وآله لو جعلتم كل الدنيا في يدي على أن مضمون كلام الرسول على أن أترك هذا الأمر ما تركته يعني شنو أنا أنا ما جاي فأوضكم على حكم ولا على كرسي ولا على زعامة هم كانوا يتصورون يقدرون يتفاوضون مع الرسول مثلا أكو مثلا خمسين صنم في مكة في الكعبة يخلي عشر صنم شوية يبقى شوية يروح مثلا أنت تكون بيدك السقايا والعمارة والبيت الله مثلا يشكل كانوا يتصورون الرد في هذه الآيات الأخيرة من سورة يونس يبين هذه الحالة التي كانت سائدة في مكة التصورات الزائفة كأنهم يريدون يقولون نحن نحن حاضرين سياسيا نتفاوض نتقاسم الجواب شنو أعوذ بالله من الشيطان قل يا رسول الله اقطع المفاوضات معهم كل يوم ينزون عليك اقطع شنو أقول لهم قل يا أيها الناس يا أيها الناس يعني يا قريش أيها المشركون الذين تتصورون أنني أريد الزعامة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني في شك من ديني مو معناتي يشكون أنه الدين عنده أو ما عنده الدين ويدرون يصرح الرسول بالدين في شك من بقائي على ديني يعني يعني إذا تشكون أنه أنا أبقى على ديني أو أجي أتفاوض ياكم هكذا نفهم من الآية يعني إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دين الله خلص ما أكو حل يتريدون تفاوضون حتى في قضية حنين أيضا هالشكل صارت عندما ذهب رسول الله إلى حنين بعد فتح مكة المنطقة إجاء وقالوا ستة شهر أعطينا مهلة حتى نعبد الأسلام ستة شهر كأنه يمكن أن الشرك يختلط أو يبقى لستة شهر الرسول قال لا أبدا إما الإسلام وإما الحرب إما الحرب لأنه هم هجموا طبعا وإلا النبي ما كان يهجم عليهم النبي داعيه يدعو قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني يعني في شك أنه أن أبقى على ديني أو لا أبقى هذا معنات فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله أنا موحظ لأن كانوا يقترحون تعال في اليومين أنت أعبد الصنم أكو في التاريخ في تشم يوم إحنا نعمد الله نتقاسم الأدوار كأنه الدين لعبة يعني الآلة مشكل وعاد في المفاوضات السياسية يقول نصر إليك نصر إلي الكعكة نقسمها بيناتنا ليش نتعارك ليش نتعارك إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله أنا موحظ أعبد ولا لحظة أنا مو مشرك خب شنو موقفك ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم هنا نفيد إشارة فيها تهديد ديروا بالك أنتم بعد شام يوم تموتون يتوفاكم يعني تموتون يأخذ أرواحكم فهو أنتم هل ترحون هل تفعلون هذا في النصيحة بها يعني الشخص الغير المتدين أفضل طريقة تقول له ما يخالف إذا ما أثرت الموعظة ترى بعد كم يوم موت أكوها ينصدم يقول يا عجب والله في ديوم أنا ويا واحد كنت أتواحث هذه القضية أثرت قلت له إذا توفان الله أنا متت وأنت تموت هموت نموت لو من موت قال إيه نموت قلت له إذا متنا وحجينا كان صدق شو تسوي أنت حجينا يعني أكو الله أكو قيامة أكو معاد أكو جزاء أكو واجبات تكاليف صلاة صيام إيمان إسلام وهو كان تقريبا صاير ملحد قلت له إذا انتهت القضايا الحياة انتهت وكلنا نموت قال إيه نموت صحيح وإذا صار كلامنا صحيح شو تقول أنت شو تسوي بعد تخسر أنت أما أنا ما أخسر قال شلون ما تخسر قلت له لأن كم يوم أنا صلت خش به مثلا فرضا إذا طلعت شذب فرضا فرضا والعياذ من الله من هذا الفرض فرضا إذا صار شذب ماكو قيامة خو أنا ما خسرت شي أنا وياك سيان أنت ما صليت أنا صليت خو أنا شوية تعبت خلص أنا ما ظلمت أحد أنت ظلمت أحد أنت كذبت أنا ما كذبت وهكذا وهل أما جرة صح فأما إذا طلع صدق أكو قيامة وأكو حساب وأكو نكير ومنكر وأكو عتاب وأكو جنة أكو لا منه الخسران فكر شوي قال إيه صحيح عن الخسران الآية إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم بعد شم يوم أكو موت شو تصوون بعد نوع من التهديد وأمرت أن أكون من المؤمنين أمرت يعني الإيمان طبعا مو بالأمر ولا بالنهي الإيمان بالقبول باختيار أمرني الله بفطرتي وعقلي أن أكون متدينا أن أكون مؤمنا خلاصة هذه الآية تبين الظاهر على الظاهر الشكل تبين مشهد من مشاهدي أيام الفترة المكية والسورة مكية سورة يونس الفترة المكية أنه كيف كان الحوار اليوم بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين يريدون يتفاوضون مع الرسول تعال أنت اعبد صلم هذا في التاريخ موجود كم صلم أنت اعبد احلم كم يوم نصلي وياك جماعة نجي جماعة نصلي يعني كأنه يريد يقسم الدين يتفاوض على الدين الله الله يقول لا احنا اما مؤمنون واما غير مؤمنين وأمرت ان اكون من المؤمنين هذه الآية خلصة بعدين الآية تتوجه الى الرسول نفسه وأقم وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين قل النبي يصير يقول من المشركين هذه كما قلنا دائما يعني أنه اياك اعني واسمعي يا جارة خطاب الى كل الذين يقرؤون هذه الآية الى كل الناس الى كل المسلمين وغير المسلمين شسوي أقم وجهك الوجه دائما لماذا يأتي بالعبارة هذه عبارة بلاغية عادة عندما يريد التوجه الى شي يتوجه بوجهه الى عمل الى فكرة الى كتاب الى فيلم الى محاضرة يتوجه بوجهه ولذلك يقول أقم وجهك يعني أقم كل ما عندك من أفكار أقم إلى شنو أقم وجهك للدين خو بالدين هو متدين للإنسان لا حنيفا حنيفا يعني خالصا من الشوائب من الشكوك من الريب وتاركا للباطل لأن هناك دين أكو أديان باطلة أتركها أتركها وأقم وجهك وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين هذه الآيات الثلاثة الأخيرة التي قرناها إذن تبين موقف المسلم كما أنه تشرح موقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يحاور أهل مكة ولا تدعو من دون الله مفاوضة ماكو تقسيم أدوار مقاسمة نصئلك نصئلي ماكو دين ملعبة ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك يعني الأصنام لا تنفع ولا تضر لا تنفع هو واضح الحجر هو من ينفع لا تضر شنو أصلا الحجر ما يفهم شنو حتى تضر ضررا ما بي نفعا ما بي فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين هذه الآيات الثلاث التي قرأناها ونحن في نهاية مجلسنا طبعا غدا إن شاء الله ننهي المجلس وننهي سورة يونس سلام الله عليه تشرح لنا هذه الآيات تلك المواقف الصعبة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الخلص في مكة يعيشونها أمام المشركين إحنا شنو إحنا قرينا تاريخ نحن كذلك أنا كل يوم كل آية أطبق على عصرنا الحاضر إحنا في القضايا العقائدية إخواني ما عدنا مساومة في التعايش السلمي نعم عدنا مساومة أنا أعيش مع عدوي في فريج عزب تعبيركم أو في محلة أو في بلد أو في وطن عدوي على الفكري مو عدوي الصحيح هذا ما فيه إشكال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو النصارى اليوم كنت أقرأ في رسائل الرسول إلى ملوك العالم إلى كل الملوك أيها الملوك تعالوا أسلموا متردون كيفكم ما عدنا نزاع التعايش السلمي اليوم صحيح سواء في هذا الوطن أو في غير هذا الوطن في كل البلاد الإسلامية أكو سنة أكو شيعة أكو مسيحيين أكو غيرهم حتى اليهود يعني شنو بهم يهود اللي مو صهيون إخو مو كلهم صهائمة نتعايش معهم إذاك في بيته وأنا في بيتي إذاك في عمل وأنا في عملي أما أن أساوم على الدين لا أساوم على الدين يعني شنو حتى حول الوحدة الإسلامية التي تطلق ونحن معها نحن أيضا يعني الحوزات العلمية البراجع حفظهم الله يدعون إلى الوحدة الإسلامية بشنو الوحدة الإسلامية الوحدة الإسلامية يعني أنت على رأيك وأنا على رأيه في عقائدي أنا أعتقد بأن الإمام الأول للمسلمين هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وأنت تعتقد وغيرها تقول لخليفة الرابعة وما بيها إشكار ليس نتعارك نتعايش أنت تعتقد فلان يعتقد بأن المسيح هو ابن الله والعياذ بالله خف أعتقد أركم وأن أقول لا يجوز أن أقول هذا الشيء بل إنه عبد الله ورسوله بس نتعايش في منطقة تعالى رسلك أنا لا رسلك هذه الآيات تبين لنا هذا الشيء أما أن أوساوم على العقيدة يعني أترك ضروريا من ضروريات الدين أو مذهبي لا هذا ما أساوم هذه الآيات تبين هذا الموقف المسلم المؤمن يجب أن يكون له موقف خاصة في العقيدة في العقيدة لا يوجد مساومة في بقية الأمور لا يوجد مساومة أنت مثلا تريد تسوي انتخابات خوف قسم منه ذول قسم منه ذول شنو بيها يعني أما أن نتساوم على الفقه حتى تعالى أترك الشرائع التي تؤمن بها في الإرث في الحقوق في العقد في الزواج لا ما يصير هذا كل واحد على دينه الموقف لا يتجزأ في العقيدة في التعامل ما يكون هذه خلاصة الدرس التي نأخذه من هذه الآيات الثلاثة التي قرأناها أما الموعظة الأخيرة كعادتنا في كل ليلة لأنه محاضرة بدون موعظة متفيد وأنا دائما أقول أنا أعظ نفسي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألا ألا يعني انتبهوا ذاك اليوم قال ألا إنه سيكون بعد أقوام الله أكبر كأنه يرى كل شيء وهو يعلم الغيب بإذن الله ألا إنه سيكون بعد أقوام لا يستقيم لهم الملك إلا بالقتل والتجبر الله أكبر الملك يعني الزعامة الحكومة الكرسي المنصب لا يستقيم يعني ما يصير إلا أن يكتلون الناس يتجبرون على الناس هذا اللي دنشوف هالأيام بعد في بعض المناطق خوب هذا سياسة ما لنبي نجي على الشيء اللي يرتبط بنا ولا يستقيم معهم الغنى إلا بالبخل يريد يصير غني لازم يكون بخيل لا ينفق وكم رأينا ورأيتم من الذين بخلوا وماتوا نعم صاروا أغنياء بس شنو الفائدة لا يستقيم معهم الغنى إلا بالبخل هاي اثنين ولا يستقيم لهم المحبة في الناس إلا باتباع الهوى واليسير في الدين الله إذا تريد تصير محبوب اترك الدين جيب الخلاعة جيب الاستهتار في المجتمع جيب المخدرات في المجتمع تصير محبوب وهذا موجود بعد ولا يستقيم لهم المحبة في الناس إلا باتباع الهوى واليسير في الدين خوب شنو التكليف يا رسول الله الا فمن أدرك ذلك كانوا قد يخاطب لها الا فمن أدرك ذلك فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى يقول لك إذا تريد توصل إلى مناصب وتصير غني لازم تكذب أنا شايف بعض الناس أقول ليش تكذبون في السوق في البيع والشراء يقول سينا إذا من اكذب من اربح على أن يقول ها إذا ما أكذب ما أقدر أبيع البضاعة لازم لازم أكذب ألا فمن أدرك ذلك يعني ذلك الوقت ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى يقدر يصير غني ولكن يجب عليه أن يصبر على الفقر يعني كسب حلال ثانيا وصبر على الذل وهو يقدر على العز يقول نعطيك مناصب نعطيك راسي نعطيك وزارات بشرط أن يشكل يسوي يشكل يسوي يشترطون ترى بالسياسة وصبر على الذل خلي يكون ذليل أحسن ما أريد عز هذا مو عز هذا الذل بعينه وصبر على البغضاء في الناس الناس يعيبون علينا الآن في بعض المناطق يعيبون على المؤمن على المتدين على الملتزم على الصبور على نوائب الدنيا يضحكون علي شنو انت ما تلتذ بالدنيا وصبر على البغضاء في الناس يعني خلي الناس تبغضك ما يخالف ولكن لتعوف دينك وهو يقدر على المحبة طيب ليش أسوي هشكل يا رسول الله لا يريد بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة يريد أن الله يرضى عنه يتقبل الفقر ولا يمد يده إلى أموال الناس يتقبل البغضاء في الناس ولا يرتكب معصي هسا إذا إذا صار هشكل تعطينا يا رسول الله آخر الفقرة يقول صلى الله عليه وآله أعطاه الله ثواب خمسين صديقا الصديق تدري شنو يعني مقام مريم صديقة فاطمة الزهراء صديقة سلام الله عليه الأنبياء صديقون مصادقون صديقون اللي هم مقام عظيم في الآخرة اللي يصبر على الضيم وهو يقدر أن يصير زعيم ولكن يترك دينه هذا يصبر هذا يكون ثواب 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 خمسين صديقا في الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتوفيق للأخذ عبرة من هذه الأقوال الحكيمة اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارحم أمواتنا اللهم وفقنا لما تحب وترلى اللهم اشف مرضانا الكثيرون اتصلوا بي عدهم حاجات عدهم قضايا اللهم اقضي حوائجنا اللهم يسر أمورهم اللهم ارحم أمواتنا لثوابهم الفاتحة مع الصلوات أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة